السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤال جميل جديد من جالي النهاردة هو عبارة عن إيه؟ أنا دلوقتي شرفت في تطبيق وبعد كده حزفته من على المباقي البتاعي لكن مازال لما أنا دخلت بسطابه طلبت صلاحية الوصول لجوجل فأنا عايز ألغي الوصول لجوجل إن هو يقدر يغير في جوجل طيب المباقي ده مهم ليه؟ حصل معي مشكلة إن أنا كنت أجرب موقع فأديت صلاحية والموقع عادي خالص كان مقصر البحث العلمي حيزة كده لكن دخلت بحساب التويتر وطلب أنه يصبح بحساب التويتر وأنا فحصت إن هي معرفش فولتر وماشي ونسيت إن أنا ألغي الصلاحية ديت وفقيتنا حتى بيقول لي إلحق ده في حاجة بيتنشر عندك بش كويسة أغلبية إعلانات ممكن فيه صور بش كويسة وأنا نادرة أملصر على تويتر أنا بنشر من اليوتيوب وفيه برنامج اسمه IFTTT ينشر على تويتر وفيسبوك وينشر على مواقع ما يقول لها خلص مجرد إن أنا بنشر عليها فإدخلت فعلا أفجأت فأضطريت إن أنا أشوف الحاجة دي وأحزفها ممكن أن أعدي صلاحية الموقع الموقع يكون الواقع بتاعته كويسة لكن ممكن يستخدمها إنه يحط إعلانات ويحسب الناس عليها ويكسب ملايين من وراء الحاجات ديت فلذلك إحنا مهم جدا لو طبيق استخدمناه ويديناه سلصة حيات الفيس بوك أو تويتر مبارسة إخدامه نشيره من عنده هنبدأ نشوف موقع موقع نعمل إيه بس خلينا دوقتي في جوجل في جوجل الحساب بتاعك تدس على الأربع ناط دول ودخل أقول له وبعد ما تخش على الأكاونت تخش على سيكورتي هتلاقي عندك هنا سير دورتي أبس أغلبها زي ما تشايف هي مواقع علمية لكن ده ما يمنعش إن مواقع فيهم يستخدم الحاجات بتاعتك استخدام سيء من غير ما تقصل ومن غير ما أنت تاخد بالك ممكن ينسخ الملافات اللي عندك ونقول أنت عندك أبحاث علمية ويخدها وينشرها بإسم حالي تاني لذلك أنا قلت البرامج اللي هي بتنشر حاجات في البحث العلمي بيقول لك هي عامل تشيك وتأكد إن مفيش حد يستخدم الحاجات دي تاني ويجدك تم إن الحاجات دي موجودة في بحث تاني أو كده أغلبها ممكن يسرق منك البحث مفيش حاجة تخليك ترفع عليها قضية يعني هتما مضيزوش مع بعض اتفاقية عدم الإفصاح أو حاجة زي كده فأنا دخلت ماشي دي ممكن مش عارفه أي يعني دي حاجات بحث علمي وحاجات نوصفية بس دي ممكن فأقول له Remove Access كده أنا بشتدي له صراحية إن هو يوصل لي إن هو ينشر تاني على الموقع بتاعي هو كان ليه صراحية على جوجل بيقدر شوفه Create و Delete لا أوكي طيب لا ودخلنا على التويتر وجئنا هنا في الإعدادات في ال Setting تمام؟ أنا مش عارس من فكيشن إن أنا عايز الرافس أنت سافتي أو سيكوريتي في السيكوريتي هلاقي حاجة اسمها أبس تمام؟ هلاقي Connected أبس في أبس مرتبطة وفي بعضهم ببليء صراحية يعني أنا ما جيت أعمل حساب مثلا على جوجل الريدس قال لي ممكن تدخل بحساب التويتر بعدما بتعمل حساب بالإيميل والباسورد وتنسيها فأنا عملته بالشكل دول طيب خلينا مثلا Item Fixed Login هتقول له Refuge Apps Permission هو البرميشن بتاعه Read Only يعني هيرى البيانات بتاعتك عادي تمام؟ لو في مشكلة اللي هو أن أرشل حاجة سيئة لازم أعمل Report Applications فلو أنت اديت صراحية الوصول لموقع لا تستخدمه شيله